وكلوا مما رزقكم الله حنالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم موكسوتهم أو تحريض رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميزر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبعضاء في الخمر والميزر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ويطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماعكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاكم مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغى الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيابا ليذوق وبال أمره عبى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو تقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البذل ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون